السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في كناة طبخة ومعلومة مع ام تسنيه وحشتوني يا جماعة وحشتوني كتير بقى لي 3 ايام كان عندي مشكلة في النت والحمد لله اتصلحت وعايز اقول لكم برضو كل سنة وانتو طيبين كل سنة وكل الامة الامة الاسلامية بخير ربنا يعود علينا الايام بخير ورمضان كريم الفيديو النهاردة يا جماعة بتاع النهاردة عن محمد رمضان وافترى محمد رمضان النهاردة الفيديو بجد بجد مستفز واي حد هيسمع الفيديو دا هي يعني هيتدائق زي ما اناتدائقتي كده النهاردة محمد رمضان عمل كارثة عمل حاجة يعني والله العظيم بجد بجد اي حد يشوفه يتدائق وتنرفز اسمعوا الفيديو الاخر يا رب يعجبكم لوعجبكم ان تصat milyuk والاشتراك والتعليم الفيديو يا جماعة بتاع النهاردة عن محمد رمضان زي ما قلتلكم طبعا انتو كلكم عارفين ان محمد رمضان بيحب على طول يسير الجدل حواليه على طول فيه نوع من الفنانين كده مجنونين شهرة زي ما بيقولوا لو لقى ان الاضواق نزلت من عليه شوية يعمل اي حاجة حتى لو كانت الحاجة دي غلط عشان يخش ترند والناس تتفرج عليه وتتكلم عليه طبعا انتو كلكم عارفين موضوع المشكلة اللي بين اشرف ابليوسر اللي هو الطيار ومحمد رمضان للي ما يعرفهاش كده في السريع اشرف ابليوسر ده طيار اه في يوم من الايام محمد رمضان ركب معا الطيارة فراح قال له انا عايز اتصور واعمل فيديو قدام اكني انا بسوق الطيارة مع ان الطيارة كتوقفة يا جماعة اكني بسوق الطيارة واخد فيديو ونزله على الموقع ستوشيال ميديا عشان الجمهور بتاعي الطيار طبعا اللي هو اشرف ابليوسر ده قال له ماشي خلاص اه اتفضل تصور واخد فيديو مع ان ده غلط يا جماعة وقال له انا لو حصل لأي حاجة وحد ازاني في الشغل قال له محمد رمضان قال له انا هعوضك بس خلينا اخد فيديو عشان هو بيحب الناس تعد ايه تبص عليه وتقول بص محمد رمضان بيعمل ايه ده تصور في طيارة ده عمل في طيارة اصله بسوق الطيارة هو في نعفق من الفنانين بيحب بيعمل كده اه فطبعا اتصور وعمل فيديو نزله على مواقع السوشيال ميديا طبعا اه الناس اللي هم مسؤولين في الطيران شافوا الفيديو شافوا الصور طبعا اه ما عجبهوش الموضوع ما ينفعش حد يروح يتصور عند المكان اللي بيسوق ويمدي ايده على حاجات ما ما يعرفش فيها في الطيارة واكنه بيسوق يعني طبعا رفدوا الطيار اللي هو اشرف قبل يسر انا بقول لكم عليه ده اه من الشغل اه اه بتاعه يعني وطبعا الرجل لما ترفد راح لمحمد رمضان وقال له او عوضني زي ما انت قلتين بمبلغ مادي او باي حاجة عشان دلوقتي مش لاقي شغل انا ترفت محمد رمضان قال له انا ما عرفكش انت مين اطلع بره طبعا الراجل اللي هيعمل ايه راح لجأ للقانون رفع عليه قضية اه ان هو ازاف شغله وكده ويطالبه بتعويض والنهار ده يا جماعة حكمت المحكمة بستة مليون جنيه للطيار اشرف قبل يسر ياخدهم من محمد رمضان اه طبعا الراجل يا جماعة الطيار اول ما سمع بحكم المحكمة وقع طب ساكت جاله ساكتة قلبية اه تيعب ودو العناية المركزة لما كشفوا عليه الدكاترة قاله القريبو ان هو من كتر الفرحة جاله ساكتة قلبية هو دلوقتي في العناية المركزة طبعا ربنا يشفي ويشفي مرضى المسلمين اجمعين النهاردة بقى الموضوع اللي انا طالع اتكلم عليه ان محمد رمضان بعد حكم المحكمة بستة مليون جنيه للطيار طلع عمل ايه يا جماعة تفتكر انتو طلع عمل ايه طلع اتصور في الحمام السباحة بتاع الفيلا بتاعه وهو قاعد على بتاع البلاسك اللي بيمديده عليها دي كده في الحمام السباحة وماسك الدولارات بتاعته وعمال يرمي في الدولارات بتاعته في المية يعني بيقول بيقول للجمهور ايه انا مش همي من الستة مليون جنيه اللي انا دفعتهم للطيار وماسك الفلوس الدولارات مش فلوس عادية دولارات بيرميها في المية يا جماعة منتهى الاستفزاز زي ما بيقولوا اللي افترى يا جماعة انا عايز اقولكو بس في ناس لما بتشبع بعد جوء لما كان جعان ويشبع مرة واحدة بيفترى عن ناس زي محمد رمضان ده الناس مش لاقية احنا دخلين على رمضان بدل ما تصور نفسك كنت رايح تتبرع ولا رايح تدي مؤسسة ولا رايح تأكل ناس جعانة في رمضان مش لاقية اللقمة فاماكن كتير عندنا هنا طالع ترمي الفلوس في المية طالع ترمي الدولارات في المية وتقول اه انا 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 معايا فلوس وبرميها في المية ومش هتجيها لحد ده يبقى اسمه ايه يا جماعة ده يبقى اسمه افترى وظلم وشبع بعد جوع وناس كنت جعانة ومش لاقية اللقمة الله يرحم الله يرحم محمد رمضان ده كان بيمسح العربيات في الجيزة يا جماعة الله يرحم طبعا مش عيب مهنة مسح العربيات مش عيب العيب ان انت لما يبقى معاك فلوس تفترى على الناس اللي معهاش وتستفز الشعب بعربياتك وبفلوسك ومسك الدولارات ترميها في المية وتقول اصلا انا ما بيهمنيش لما تعمل حاجة زي كده انت كده عمال تنزل لتحت انت عمال تنزل للقاع زي ما بيقولوا الناس كلها كرهيتك الناس كلها مش عايزة تشوفك انت يعني مش مكفيك روح تتصورت مع الصهاينة ولا هقول ايه يا جماعة واحد راح تتصور مع اليهود هيبقى بيعمل اغر عميل اليهود يا جماعة صح ولا انا غلطانة لما واحد يا جماعة يقعد يستفز في الشعب كده ويستفز في الناس ويرمل فلوس ويتبهى بفلوسه وبعربياته ويخلي الشعب والناس اللي معهاش فلوس تتاهر بالطريقة دي يبقى الواحد يقول له ربنا ياخدك يا شيخ ونرتح من الاشكال اللي زيك مش كفاية القرف اللي انت بتعمله عبدو موتا والمطاوة والبلطاجة اللي انت بتعملها في الافلام كمان طالع تستفز الناس بفلوسك اللي اداك ربنا ربنا اللي اداك قادر يخليك تشحت الملح زي ما بيقولوا ربنا بيفتري يفتري وبعد كده بيكتص منه ربنا ما بيسيبش حق احد يا جماعة قعد يفتري واستفز في الناس وعير الناس بفقرقه اللي انت بتعمله ده بيعير الناس بفقرقهم يعني انتو مش لقيين اللقمة هو بيقول للناس كده انتو مش لقيين اللقمة انا معايا فلوس وبرميها في المية ومش لقي حاجة عملها بيها برميها في المية شفتوا استفزز اكتر من كده يا جماعة والله العظيم انا بص نزل من نظري بطريقة كده كده ما بحبوش وما بقبلوش لانه على طول انا في الساحة واقف لوحدي انت ما بحبش الكلمة دي منه على طول انا في الساحة واقف لوحدي بدي انا من الكلمة دي والله العظيم يا جماعة بطل غرور في غيرك في ممثلين احسن منك وجزمتهم جزمتهم يعني برقابتك ممثلين وعمرهم ما قالوا احنا نمبر وان ولا 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 ببقوا بفلوسهم ولا بعربياتهم ولا استفزوا الشعب زيك كده شبع بعد جوع يا جماعة شبع بعد جوع لا تعليق على الناس اللي هي بتبقى جعانة وتشبع بتعمل اكتر من كده يا رب الفيديو يعجبكم مستني يا رأيكم في التعليقات يا رب الفيديو يعجبكم لو اعجبكم تستطيعش باللايك والاشتراك والتعليق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة